معنى اسم دارين وصفة حاملة هذا الاسم متابعين الاعزاء مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد يعد اسم دارين من اكثر الاسماء التي ظهرت خلال الاوينة الاخيرة في العديد من الدول العربية وانتشرت في وقت قصير نتيجة لتميز الاسم وجماله وعلى الرغم من انتشار هذا الاسم واستخدامه بكثرة الا ان الكثيرين لا يعرفون المعلومات عن هذا الاسم خاصة فيما يخص معناه حيث نجد الكثير مننا قد يفسر الاسم بشكل خاطئ وبعيدا كل البعد عن معناه الخاص لهذا سوف نقدم خلال هذا الفيديو كافة التفاصيل الخاصة باسم دارين الاصل من تسمية دارين جاءت التسمية الخاصة باسم دارين من تلك المنطقة المتواجدة في مدينة البحرين التي كانت قديما يصل اليها المسك الخاص بالهند حيث عرفت هذه المدينة بطيب ريحها من كثرة المسك التي كانت تستقبله وكانت محبوبة ومعروفة لدى العرب قديما لانها كانت السوق الاول للدول العربية من اجل الحصول على المسك وبالتالي بدأ العرب باستخدام اسم دارين كاسم علم مؤنث للدلالة على جمال البنت وطيبة ريحها معنى اسم دارين يعتبر اسم دارين هو اسم علم مؤنث عربي ويحمل هذا الاسم الرقيق اكثر من معنى اولهم هو يطلق على اسم بلدة في البحرين كما ذكرنا كما يطلق اسم دارين ايضا على جزيرة في المنطقة الشرقية والتي تقع في المملكات العربية السعودية كما له معنى اخر وهو الفتاة الذكية التي تفهم كل ما يدور حولها واخرهم هي زهرة لها رائحة طيبة جدا اما في قاموس اللغة العربية فقد وجدنا ان اسم دارين يحمل معنى اخر فهو مأخوذ من فعل داري او يدري ومعناه في هذا الفعل العلم بالامور حيث ان فعل يدري معناه يعرف او ملم بالامور وكل ما يدور من حوله فهذا هو معنى اسم دارين في قاموس اللغة العربية شخصية حاملة اسم دارين تعرف الفتيات التي يحملنا اسم دارين بعدد من الصفات المشتركة والتي قد يرغب الاباء والامهات في التعرف عليهم من اجل التعرف على شخصية اطفالهم عند الكبر خاصة ان الانسان دائما ما يكون له نصيب من اسمه الذي يحمله يقال ان من يطلق عليها اسم دارين هي فتاة رقيقة القلب والمشاعر كما انها تتمتع بخفة الروح والدم محبوبة من الجميع بسبب جمال روحها من صفتها ايضا انها تحب القراءة جدا تتمتع بالكثير من النشاط ولا تميل ابدا للكسل تهوى الرسم وتعمل على مساعدة الاخرين تسعى لان تعيش سعيدة في حياتها ولا تميل ابدا للحزن شخصية متفتحة في رأيها ولكنها عنيدة بعض الشيء حكم تسمية دارين في شرع الاسلامي يرى علماء الدين الاسلامي ان من اهم الاشياء التي يجب ان يتبعها المسلم هو حسن اختيار الاسماء الخاصة باطفاله خاصة انه سوف ينادى بها يوم القيامة وبالسؤال عن اسم دارين وجد هؤلاء العلماء ان الاسم لا يحمل اي معنى شائب يتعرض مع تعاليم الدين الاسلامي بل هو اشارة الى مكان في التراث يساق اليه المسك ومن ثم التسمية به جائزة شرعا نرجو ان يكون هذا الفيديو قد نال اعجبكم وفي حالة اردتم في التعرف على معاني بعض الاسماء العلم الاخرى سواء كانت مذكرة او مؤنثة كانت قديمة ام حديثة نرجو منكم ترك الاسم في التعليقات لنقوم بالرد عليكم مباشرة في فيديو قادم مع السلامة عزيزي المشاهد اذا كنت تشاهدنا لاول مرة فادعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا والى اللقاء